الضغوط يا سيدة في حياتنا مفيش حاجة تخلصك من الضغوط في حياتك قد استثمار الزكريات ونزيك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيه سابق السيدة عائشة فالسيدة عائشة تحكي رضي الله عنها ان هي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقالت فسابقته فايه فسابقته يعني ايه اتسابقنا فسابقته فسابقته على رجليه فلما حملت اللحم يعني ايه اللي حاصل جرينا فانا سبقت رسول الله خفيفة السيدة كان ساعتها صغيرة وخفيفة فسابقته فلما حملت اللحم سمنت سابقته فسابقني فقال هذه السابقة بتلك هذه بتلك السابقة يعني ايه اللي حاصل دي بديه زي ما سبقتيني زي ما ايه ده كان رسول الله مكرر ورسول الله فاكر طب هو فاكر ليه عشان يفكرها ان هي كانت خفيفة ويفكرها صلى الله عليه وسلم انه من بينهم ود ومحبة وذكرة فكان بيفكرها بالذكرة دي فتعلمنا من حضرة النبي انه وايعيد الزكريات الجميلة انها بتزود المحبة والقرب من بين الزوجين وبتجدد الحياة الزوجية وتخليها يحصل فيها كده انتعاش عارف لما الحياة الزوجية يحصل فيها انتعاش وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب هذا جدا 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 خامس حاجة ممكن نعملها عشان نبقى عندنا هذه المهارة الابداع في استثمار الزكريات لو لقيت ان فيه شيء معين لما عملتوه تبسطته وقربكم من بعد واصبح ذكرة ذكرة حلوة بينكم حاولوا تطوروها وتعملوها مرة واثنين وثلاثة بأشكال مختلفة زي مثلا لو عملتوا رحلة سوا او زرتوا مكان وتبسطتوا فيه حاولوا تشوفوا ايه اللي عجبكم في المكان ده يعني نقعد قاعدة كده ونحلل نبصوا ايه اللي عجبنا في المكان ده انه هو على البحر المكان ده انه هو فيه معلومات المكان ده عشان المكان ده كنا مع بعض المكان ده ان احنا رحناه في الجو حلو شوفوا ده وبحاسوا عند رحلات واماكن زي اللي اتبسطتوا فيها وتكون مناسبة لزروفكم وروحوا زروها وايه اللي حاصل واربطوا ده وقولوا ان ده احنا عايزين نقبض فيه يوم حلو زي اليوم اللي قضيناه هناك واحلى كمان فمسلا لو بتحبوا القاعدة عن النيل وسط المية والهوى الجميل فقطتوا اليوم تفضل تروحوا مثلا في القناة في القناة الخيرية القناة الخيرية مازالت حتى الان من اروع ما يكون وانا بنصحكم ان انتوا تشوفوها دلوقتي مازالت في غاية الجمال فتشوفوا النيل وتستمتوع بالعوى والخضرة حواليكم وكمان اولادكم يلعبوا في مكان جميل ويا سلام لو وسعتوا كمان نطق الرحلات واخدت اولادكم وعرفتوا وتعرفتوا على اماكن الاسرية في محافظتكم والمتاحف الموجودة الكتيرة يا سلام بقى المساجد كمان القديمة وتعرفتوا على تاريخ بلدكم وخليتوا اولادكم كمان يرتبطوا بالهوية مش بس عتتبستوا لكن كمان عتساهموا في ان انتوا تزرعوا في اولادكم وفي نفسكم حب الوطن والانتماء وتعتزوا جدا 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 انتوا اولادكم بان انتوا في وسط هذا الجمال وتبقى الحياة كلها الاماكن كلها بتتجمل حواليكم وتعيشوا ان انتوا في حياة جميلة مليئة بالسعادة يا سادة الزكريات اللي بنصنعها وبنستثمرها مع بعض على فكرة ساعات كتيرة بتبقى حجر الاساس في بناء العلاقة الصحية اللي بن وتخلي العلاقة بعفيتها وما تصديش تخليها دايما متقلقة وتخلي العلاقة صمدة في وجهة في وجهة التحديات وكمان الظروف الصعبة تخف وممكن الازواج يمروا بالذكريات دي بكل المصاحب لما الذكريات دي تفضل بتلمع وجمال صوتها بيرنف أذننا وكمال صورها بتخلينا نقدي كل حاجة صعبة استثمارها للذكريات على فكرة شيء مش لازم يكون مكلف لكن محتاج مننا ان احنا نكون نويين نبز الجهد ونسون العلاقة بتاعتنا عشان نقدر العلاقة دي تنتخلص فيها من كل الأسال السلبية ونجرب على نفسنا جمال ونفضل دايما بنحصل كل فضل ويفضل الفضل ملي قلوبنا وملي حياتنا ونتخلص بيه من كل الأفات اللي ممكن تلحق بحياتنا وتبقى حياتنا مليئة بالحب تجديد الحب يا سادة وازدهار العلاقة الزوجية مفتاحه استثمار الزكريات الحسنة فما تبخلوش على نفسكم بالمهارة دي عشان تعيشوا في سعادة متجددة وفرحة زيدة وأبواب كتيرة تتفتح على أبواب السعادة وتعيشوا حياة بتتسع وما فيهش أي ديق لكن فيها نور بيجي لكم من الماضي ونور كمان يجي لكم في المستقبل لما تعيشوا في ظل الزكريات مليانة بمدد وجعل بينكم مودة ورحمة